زابينغ زابينغ في زابينغ نحب نبدأ نحكي على جديد المخرج عبد الحميد بوشناق فيلم إبرة الفيلم هذية اللي أصدره عبد الحميد بوشناق ليمات هذية وهذا أجديده في السينما واللي شفنا برشة تعليق عليه وأكيد من أهل الإختصاص بما أنه كان العرض مع قبل الأول اللي حضروا فيها صحفيين وحضروا فيه ممثلين ومخرجين زملاء وغيرهم يعني كانوا الكل من الميدان في الأثناء شفنا تدوينها شفنا فيديو بليتو للمخرجة نادة المزني حفايظ اللي تحطت فيه على تشابه في قصة الفيلم متاح بعنوان المابين وفيلم إبرة اللي هو فيلم كما كنت نحكي لكم عبد الحميد بوشناق ولي تناولوا نفس الموضوع اللي هو الأشخاص البينيين جنسيين يعني جنسيا فما البينيين جنسيا من بين اللي قالتوا أنه كان كل فنان يسرق في فكرة فنان آخر كيفاش باش نتطوروا نحنا كفنانين آآ في تونس وحبت توضح اللي هي والمخرج تقابلوا في مهرجان البحر الأحمر في ديسمبر آآ اللي فات وكانوا حكيوا مع بعضهم وقال تعطيتوا موضوع الفيلم وهو تأثر برشا بحكاية الفيلم متاعي وحكيت له حائلية في المجتمعات بشكل عام آآ خاصة المجتمعات الصغار آآ كي يتولدوا هكا أو الحاجة يعملوها الوالدين يمشيوا يهزوهم يعملوا عمليات ويختاروا لهم الجنس صغير من التفاصيل هذه وقالت حكيت له كل شي خطر ما نراش عليش وقت هالفيلم كنا في المرحلة الاخيرة آآ اليوم آآ تتفاجئ وتلقى روحها آآ قالت نتفاجئ وقالت لقى تلقيت روحي آآ عبيد تتكلم فيها وتقولي شنو هالحكاية آآ والموزعة متاع وعمل مستحيل باش آآ ما نخرش الفيلم السناء هذي اللي قالتو آآ ندام ميزني يا حفايض وآآ في نفس الموضوع كانت علقت آآ آآ تدفين الصحفية سنة المجري ولي كانت موجودة في العرض قبل الاول فيلم ابرة قالت شاهد صباح اليوم فيلم آآ ابرة العام الحميدة بوشنيق آآ ساكتب عنه لاحقا والذي يدور حاول موضوع ثنائية الجنس آآ قالت في نفس الوقت اطلعت على فيديو المخرجة في آآ للمخرج فيلم المبين ندام ميزني حفايض واللي اتهمت فيه بوشنيق بسطو على فكرة آآ فيلمها اللي آآ تعرض مؤخرا ويحمل نفس الموضوع سنة المجري قالت اولا آآ انه يتم التطرق سينما اي الموضوع مسكوت عنه وليس من اولويات مجتمعنا في نفس السنة امر محير فعلا ويترح عديد نقاط الاستفهام قالت ثانيا اعتقد انه كل آآ كل منهما اختار زاوية مختلفة عن الآخر ففي حين تطرقت المزني الى حياة الاشخاص آآ الذي يعانون من هذه الازدواجية في الجنس علج بوشنيق موضوع العائلة والمجتمع ونظرتهم الى هذه الفئة وبالتالي لا ارى اي داعي لخلق جدل حول الموضوع آآ هذا هو مبين اللي كتبته زادة كيف كيف تدوينات ويلة قالت شخصيا لم اشاهد المبين قرأت عنه فقط وبالتالي رأيي لن يكون موضوعيا لكن ساكتفي بالقول انا فيلم الابرة شدني كثيرا وصدقا ابكاني واضحكني وجعلني اضع نفسي محل الام والعائلة وهذا هو الهدف من ابرة شاهدوا الفيلم ولن تندموا هذيا كانت تدبينة سانيل ميجري في نفس الاطار كان حاضر زادة في العرض احمد لندلسي واكتب في ستوري ليها على انستغرام فيلم ابرة اعادة اكتشاف المخرج عبد الحميد بوشنيق فيلم ممتاز جدا وطريقة تعرح ذكية ومدروسة فيلم ابرة اجمل اعمال بوشنيق التي شاهدتها اشادة بالاداء الرائع للممثلين ننسحكم تمشي وتتفرجوا فيلم يستحق الفرجة واغيرها من الارائة كاخترت لكم رأي صحفية ورأي ممثل باش ننوعه ونبدأوا بالموضوع لول ساعة متاع المخرجة اللي قالت عندها عام تقريبا حكيت على ديسمبر الفارد قالت انا حكيت الموضوع هذيا في مهرجين تقابلت هي وبوشنيق حكيت له عن الموضوع فاتفاش قدتها وتلقى خدم فيلم بنفس الموضوع نظر فكرتها في فيلم ولا وبعد نجيول الاراء على الفيلم انيسة هذا الموضوع هذيا تصير ساعات يكون خاصة في الدوماننا احنا معناه التلفزة ولا سواء اعلامي ولا صحفي ولا مخرج ولا حتى فنين باي ساعات تحكي فكرة بين الأصحاب ولا تشوف العبدة ذيك تحس بي تحس له براحة معناه نفسية كي والكل ترتاح لو تحكي له فكرتك اللي بش تخدمها ترقد وتقوم تلقى خدمها اما منعرش ساعب الحميد بوشنيق صحيح لذي اللي هي حكيته صحيح ولا غالطة كي كما معناش فكرة خاطر ماناش حاضرين معاهم ولحقيقة نستر بعدها شواء علش بلكش الفيلم ناجح وعارفة اللي هو معناه تفرجتش فيه شايفتش قالت شكون قال هي فكرة سعيب باش تطلع خط حكيت تفاصيل قالت حكيته اللي معروف بيه اللي عنده فكرة متاع فيلم وكذا ما يحكي هيش ويسجلها وبعد يحكيها ليه اللي قالت احنا في اللمسات الاخيرة متاع الفيلم معناه يصور اللي حكيت البوشنيق وهو كيف حكيت البوشنيق هي في اللمسات الاخيرة للفيلم يعني سايد قد حاضر بريسك الفيلم الله واعلم أنتو كسنة المجري هي اللي هناكي واضحت في الستاتشو اللي في التدوينة اللي سبق ونتي حكيت عليها مايسا قالت اللي فيلم متاع المخرجة نادين ميزني حفايد انو يحكي على حياة الاشخاص اللي يعانيهم الازدواجية في الجنس او بوشنيق يعني يعالش في الفيلم موضوع العائلة والمجتمع ونظرتهم للفيقة هذية فهمت يعني ينجم يكون الموضوع هو هو لكن طريقة التطرح والمعاجمة مش كيف كيف انا مزلت ما تفرجتش ما نعرش ما عنديش فكرة اما انا زيدا فاما نقطة اخرى انو نعرف اللي ساني الميجيه احمد لاندولسي سعيب شوية بش انهم يبديوا اعجبهم في عمال فني هما شايفوا عمال فني اعجبوا ولقائش احكيوا عليه اما احمد نحكي في موضوع اخر مثلا ساني قد كما تفرجتش انا في الفيلم لكن ابدأت اي لا نحكي على فيلم ابرأ ايف على فيلم ابرأ ابدأت يعني اعجبها بي اي هذا يا الي سمعنا هالفيلم كيف كيف احمد سيناول الفيلم ما بين اللي هو النادى مازني حفايد الفيلم هاذا يجزم نزيل ماخرة لا موجود بالتبيعة بالتبيعة قبل الفترة هذي الموضوع نفس سؤال نفس سؤال على المنام اذا كان زوز مخرجين توا ونا عارفوا قلت تحنا الافلام ونا عارفوا قلت الانتاج بالفني بصفة عامة مش كان في السيني ما وفي نفس العام معناتها زوز افليم يحكيوا على الموضوع هذي هل انه الموضوع هذا يهمنا كاتوانس اليوم يعني ينبيب للدرجة هذي يهمنا ما يسى خطر كثر موجود خطر موجود بكثرة موجود سيناولي ما يجري مثلا في التدوين انتا قالت ما يهمش يسى المجتمع هنا نوافقها الرأي معنى ما يمثلنيش يسى فما بلا يسى خطر كثرة وش موضوع حارق ولا بايش ما يفهمونيش برغالق موضوع حارق كل سنين مشيت للتاوى اللي قاعد تعيشوا البلادنا تاوى برشا حاجات قاعدة معنى ما تطرقوا كانوا موجود اما موش كما اوكي يعني ثانا داعنا نوعا ما هما موجود يبالك اذيك علش هما مشاولوا بقال ليه لك الموجودة موجودة اي شمعانا كانوا ينجموا يترقوا المواضيع اخرى اكبروا وعايشينها معنى هلقى على خطر زوس اعمال زيدا مش نحكيو على اعمال زيدا مش نحكيو على اعمال زيدا يعني في تونستان سبب الحكيات هذو المشكل اللي من نوع هذا متشابه وانش سرقتي فكتش المخرج هذا كي يخدم فكرة ريخر ما يختمش كيف هالتنوع معنى عنا المواضيع عنا حتى بش تجيب من الغرب عنا بش تجيب من دوار اخرى هذي صار حتى عم ناول في رمضان يعني في الاعمال الدرامية في رمضان راو صار يعني صارت مشيكل من نوع هذا ايه في قاعد يصير انا قلنا ما هوش مواضيع موضوع كبير برجة بش تزوز مخرجين يخدموا ايه لكن لكن بالنسبة الناس اخرى موضوع مهم هذي بنا عتنوع سينما تونسية والله به ايه 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 نطوش نمشي موضوع على المرأة شرعه ذنك الممثلة اسماء بن عثمين اللي عرفتها في ددو شوف لي حال اه في استاتوليها تعلن انتصارها على اه في قضية في العنف المسلط ضد المرأة ليه كبرنا اللي كتبته قالت ياحيا القضاء في بلدي تونس العدالة تقول لي يوم نحب نعبر على فرحتي بانتصار يعلى في معركتي ضد العنف اللفظي النفسي المواجهة ضد المرأة هوني اللي فهمتوا انها رفعت قضية فقط في موضوعها مش مهمة لك انا بيجي معنة هوني بش نتحو موضوعها اخر هي تقول العنف لفظي ونفسي اكيد هذا مهم مش هذا نحكيه الموضوع الرئيسي اللي ترتب عنه العنف قالت لقت انصفني القضاء اليوم ابتدائيا واستئنفيا ويعاقب المتهم بختيتين مليتين وحامل المصاريف القانونية علي لانه استسل وتجرأ واستباح شتمي لانني لم احضر حفل زاواج ابن اخته معناه هي ما حضرتش حفل زاواج ابن اخته اهو فهو هاجمها السبب صخيف وتجرأه غبي لكان هنا العقابل وانه القانون التونسي يهدف القضاء على كل اشكال العنف ضد الماء وعاقب كل من يتجرأه عنه في امرأة تونسية حر معناه هي السبب بسيط جدا هو استعمل العنف وننرجو نفس الموضوع تبيدي انتش حكيت على قضية اليوم ماريا مدبيغ نفس الشاي معناه اليوم راو باش نردو بنا مش شدو لكلافيير على الوردينتر والالتاليفون وراو العنف اللي راو يتسبب راو في اثر نفسية نبدو نكتبو في دي جي على عبت اي اللي موجودين برشا كيكا اكزاك من وراء الإكران يستسهلوا باش انهم يعني يسبوا الناس ويشتموا الناس ويتنمروا عن الناس ومعندهمش فكرة اللي راو فهم كل ما على كل ما راهيتو جماري وتمرض وتسبب الحق في وتعمل اثار نفسية كبيرة على اللخ حتى كان هو سبب بسيت اما نتصور انا اللي هي ما وصلت رفعت قضية مش سبب القضية نحكي انا ما بيستحق بيانشور هي حقها يعني بش انها ترفع قضية هو يستحق يعني احماد را بيجيتو في اثار نفسية اه لا نحكي على سبب من اللول معناه ما حذرتش عرس درا شنال معناه شنية الفوضى هذي اللي ولينا نعيش فيها فوضى فوضى وحتى اليوم مايس السلب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي راهي وليت حاجة اختيرة على الاخر بالحق حاجة اختيرة راي الناس وليت مستسهل الموضوع والناس وممكن على خاطر فاما عبيد ما كانتش تشكي ولا ما كانتش اليوم فاما قانون ويجرم الاشياء اللي كي من هذي واينا نشجع كل عبدي مشي يشكي من هو منت؟ انا شيك يا ايه بروه عملت ربا ساعة فالتالفز اش كنت بيه وولك لا واحد بركة واحد بركة ما يسمو يكون عبرة لين انا فم حاجات نتغضع عليها ربا ساعة فالتالفزة بحسيبها ربا ساعة فالتالفزة تاجة بتجيب لها برشا ادي كي الشهرة تولد بركة فاما حاجات يضحكوني فاما عبيد يضحكوني رانيكين فاما دي كومنتير رانيكين نقراهم نصحك يضحكوني لا انت الكومنتير اللي عملت بيه قذيره ومعنى وغيرك خايب وشعني اي 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 ما يجيش مستعر وطعانا حتى في حاجات معنى اي 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 سنون تغضينا على حاجات معنى عنديش ليهم بيل ما عنديش ليهم امم او راح الاذبية الجنة ادي هكا راسي اللي كنا نجمه فما كان مواضيع النجم نطرحهم في زابينج لكن انا عجبتني تدبينتها اسمة تحيلية وخاصة حق تقواري القانون بتاع تونس بش كل انتريدي وحتى المرأة زيدا راوزم هدي ام عندي ملاحظة صغيرة معناها بالنسبة القضية تماريم ده بخاصة فيسع فيسع اه ما فهمتش دب ما ترفعت اه اه عين طولها وبعد تحكموا فما سرع هو هذا نورانو يكون العادي اه كيف كيف هي تاو اسمة لاي ما هوش العادي اذا نعرف هو اسمة اسمة بن عثمين كيف كيف زادة فيسع هل انو هذا صدفة والخطر ومشاهير ما نعرش دي انو برشة مواطنين اشترفع قضية تمشي تعمل محذر اني معروف بتعمل عاري ذلك الجمهورية ولا تعمل محذر في مركز الحرس مرجع نظرة متاحة وتاخل اجرائيات وتاخدوه ويحذر المحامي ايه هم ابيض هم عاملوا لاي عاملوا هذا ما نحكي لك انا مانا مواطنين روي يقول لك نمشي نشكي ونقود نتبع بسنين انا مزيدة فهمت مواطن العادية ذلك عمل المشهول لا موش موش المشهولية تعمل معاينة عريضة من العريضة في نهارتها يعني انتي تقدم العريضة في نهارتها فهمت الفرقة مكافحة مش عارفة شنية اي بلاسة مبشة بعتوك لها فهمت يعني ذي ما تطلب بش برشة وقت لكن تتبع الموضوع ايهو ايهو قوت محامي قوت محامي قوت محامي قوت محامي قوت محامي قوت محامي ايهو